التحديث الجديد الذي قادم لفورتنايت باسم 12.60 سيأتي معنا ان شاء الله بخلال هذا الأسبوع وسيكون حجمه كبير أو أكبر من المعتادة التي تعودنا عليه بهذا السيزن فأنا سأحكي لكم على هذا المحرك الجديد الذي سيكون باسم انريل انجين 5 وماذا سيفيدنا بالنسبة لفورتنايت وماذا سيعمل معنا وكمان على البلاستيشن 5 هل تدعم تلعب مع ناس تانيين هل تدعم البلاستيشن 4 تلعب معه والهل تقدر تنقل حسابك كل هذا اللي حنجاوب عليه من عن خلال الصفحة معكم نعيم من قناة نيمو بتمنى يعجبكم هذا الفيديو ولا تنسونا الدعم صفيان 3100 أخ وصديق عندي بالقناة لحتى نحقق حلمنا بالعشر تالاف ونشترك بالقناة فبدي دعمكم لهذا المقطع أو أي مقطع كان انتو الله يسعدكم على الدعم ما حدا ميأصر أبدا بالدعم شكرا لكم كل يادكم على الدعم الخرافي وعلى كل شخص عم يستخدم كود لأيتم شوب نيمو 9 وخليهم مع بعض نفوت بالفيديو مثل مزارة أمامكم بالصورة هي بيانات التحديث القادم التحديث القادم إن شاء الله لحيحمل اسم 12.60 لحينزل معنا خلال يوم الثلاثة أو الأربعة بتاريخ 19 أو 25 بهذا الشهر يعني صفيان له إن شاء الله أربعة أيام تقريبية لحتى ينزل معنا التحديث يعني ممكن ينزل يوم 19 ويوم 20 بهذا الشهر مو معروف أمتى بالضبط طبعا مثل مو متعودي لحيكون حجمه من 2 جيجا لأربعة جيجا أكبر السوني أقل لها الموبايل متما ومتعودين والبي سي وسطيا هو والإكس بوكس أصحاب السوني دائما هيك بالسيشن فور دائما أعلى تحديث بياخدو ليش ما بعرف وحيكون هذا التحديث اللي هو 12.60 إن شاء الله لحيكون فيه تسريبات كتير ومن بينها لحيتم إضافة ملفات لحدث النهائي بشكل مشفر بس لأن حاول يا أما فيك تشفير الملفات يا أما لحيكونوا مشفرين بشكل نهائي وما لح نقدر نفتح أي شيء هذا التحديث إن شاء الله قادم معنا مثل ما حكينا بـ 19 أو 25 بهذا الشهر بعد كم يوم إن شاء الله ما ساحته لح تكون من بين 2 جيجا لأربعة جيجا والتحديث ما قبل الأخير اللي حيكون معنا 12.61 اللي حيكون بالأسابيع القادمة إن شاء الله يوم 26 إلى 27 خمسة بهذه الفترة اللي حين زي من خلاله الملفات كلها يأتي وليح تنفك تشفيرها بالنسبة لحدث الدومزدي حدث الدومزدي قرب معنا يا شباب ومنلاحظ كمان باللوب الخاصة بـ Fortnite هالي حاليا إنه تم انتداد الكبل الجديد اللي هو الكبل الأحمر الخرطوم الأحمر الخاص بالـDomeزدي بلش الدومزدي يطلع أنوار ويشع ومثل ما نعرف لحنا تبع الدومزدي أو جهاز الدومزدي لاح يحتاج معنا باور كتير عالي لحتى يشتغل ومن خلال هاد الشي هدول الإشعاعات اللي ظاهرين عند الـ Agency أو الكابسولات عم يضووا نهدي بلش يضووا نهدي أكتر وأكتر وليح يكون حدث معنا إن شاء الله بالـ Agency والحدث إن شاء الله رح يكون معنا يوم 4-6 بالموسم الجديد وقبل مننا رح ينزل تحديث ثاني باسم 13 اللي هو بقى السيزون الجديد وكل عام وانتو بخير بقى وأخيرا خلصنا هذا السيزون اللي مددوه كان سيزون يعني ممتع نوعا ما حلو يعني ظريف إن شاء الله رح نشوف أشياء جديدة بالموسم الجديد شو رح نشوف بالموسم الجديد لحنا الله أعلم بس عم يقولوا إنه فيه مي وحتغراء وحسير أشياء وأنا هلأ لحورجيكم لما ننزل من الباس كيف حيكون لما ننزل بالسيزون الجديد الموسم الجديد متل مارنتوا هيك أنا متوقع عم كان ننزل لأنه لم تعطي الجديد ولكنينا مشلوق manipباش لهذا كان الأجل من Ulrici فالهلأ خلالنت 무대 التاني اللي هي موضوع هاي الصورة مين منكم ما بيعاني من هاي الصورة وكانت تقطع الب الـ تجد من الباص بيجيب جميعها حملة هناك نوع من يقول ان هذه المشكلة انك معلل الاف بي اس كتير لازم ان توطي الاف بي اس وفي ناس بتقول انه هارد عندك مو نوع اس اس دي نوع العادي القديم اللي هو ما بعرفش اسمه اش دي دي تقريبا فهلا هي القصة يا شباب لحتصير معنا لحتنحل معنا ان شاء الله بالمحاكل الجديد اللي اسمه انريل انجين فايف هذا هو المحاكل الجديد اللي حيكون معنا لللعب ان شاء الله متوسط 2021 يعني بعد سنة من هلا هذا المحاكل يا شباب لحيكون معنا خرافي جدا لحينزل معه كتير اشياء جديدة ولحيتاح المصممين انه هن يضيفوا شغلات جديدة لللعب ولحتكون اكتر واقعية متل مزار امامكن هذا الترايلر او الاعلان الخاص في لهذا المحرك الجديد او البرنامج تبع التصميم الجديد خلينا نقول عليه محرك جديد لانه مشان نختصر يعني متل مزار امامكن دقة باللعب وكيف لحتكون اللعبة بس اكتر شي لفت انتباهي اللي هي هاي الصورة لما تقلب على الصورة البيضة من اطلع على هاي الصورة بتلاقي انت الالعاب كل هاي بتتصمم عن خلال يا أمه مثلسات يا امه مربعات متل مزار امامك هاي الصورة هيك الشخصيات بتتصمم بعالم الالعاب بعدين هي بتتت��는بط وتتصاوي وتطلع لعين الناس اللي هي بديها تشوف بقا الشخصية متل مزار امامكم هاي الصورة هي الصورة المربعات الكاملة للشخصية لما تتصمم خلينا نفرض مثل انه هاي الصورة او هذا التصميم محتاج مثلا خلينا نقول ميتين مسلس او ميتين مربع لانه تصميم الالعاب بيحتاج يا مسلسات يا مربعات حسب هنن شلون بقى بيساوهاي ما بعرف عنا مضبوط بس المهم يا اما بيصمموا عن طريق مسلسات يا اما بيصمموا عن طريق مربعات فلا مثل مظاهر امامكم هي صورة الراس صورة الراس هادا مسلا بيحتاج معنا 200 مسلس ايام زمان كانوا ما يقدروا يستخدموا مسلسات كتير او مربعات كتير بالتصميم فتلاقي فيه شوية بتعني هيك خباء بالتصميم ايام بسيشن 2 مسلا وايام زمان مسلا مع هذا المحاكي الجديد او المحرك الجديد بنجي نطلع على هاي الصورة لما هنن يقلبوها على اللون الابيض هذا اللون الابيض مو غباء او شي هذا اللون الابيض عبارة عن مسلسات او مربعات متل ما ظهرتو لكم ياها بالرأس تبع شخصية تانية كلها مجرد مسلسات مربعات يعني انت بس ما لح تكون شايفون بعد ما تتعالج بقى بتطلع معك بهذا الشكل الخرافي بقى كلها كامل فهلا هذا المحاكي شو فايته مسلا بالنسبة لهي المسلسات انا ليش فاوتكم مسلسات مربعات لان المسلسات المربعات هدول بيتيح للناس مثلا مثل هذا المشهد اللي ظهر عمامك بالصورة بيتيح للمصممين انهم يحطوا مليار مربع او مسلس بالمشهد الواحد يعني انت متخيل انه انت قدامك فريم واحد او صورة واحدة اللي هي ظهرة امامك اللي هي متحولة من هون لهم بالجبل فيها مليار مسلس او مليار مربع يعني شوفوا انتو بقى العظمي بقى شوفوا لحنا وين فايتين هون با لما انتو تشوفها المليار هاد شي او مليار مسلس هادا مصمم بهادا المشهد بس ما لانتعرف حلق انه لحنا فتنا عالجيل الجديد وخلاص البستشن 5 لح تكون معنا نقلة نوعية بالنسبة لهيك شي هادا الشي شو اللي هيساعدنا وانا ليش ربطت فورتنايت بهادا الشي لانه خلاص فورتنايت لح تتطور معنا لو حيصير الجرافيك تبع خرافي اكتر من هيك هلا انت احيان بتلاحز انه في شوية تكسرات وفي شوية شغلات هيك يعني مو زبب كتير فعليا باللعبة لو حطيت اللعبة هاي بتلاقي شغلات مو زابطة بس ان شاء الله على هاد المحرك الجديد لح تشوفوا اشياء خرافية جدا بالنسبة لهذا المحاكم وخلينا نحكي عن خاصية الدعم بالنسبة لみたい 그랬 Paw favourite متل ما حكينا لحنا اول بقدارت المقطع انه حيكون معنا ادعم خاص بالنسبة لみたい غيرت سيشن فاوفاء يت او حكيت على ابيك جيمز الموقع الرسمي طبعا انه حيكون في دعم كل بـ بين playstation 4 الليبلات بايك جيمز عم تشتغل علي موضوع انه يبدو ان نقلوا فورتنايت من هاي playstation 4 ل playstation 5 قبل ما تنزل متوسط اول ما تنزل playstation 5 لحينزل مع فورتنايت بشكل اساسي يعني تفوت على الستور الخاص بلا بلاي ستجد فورتنات من اوائل الالعاب الموجودة لفري فور بلاي فهلا نحن نتأكد ان بلاي ستجد فورتنات قادمة وقادمة معها لعبة فورتنات وفي بعض الاسئلة ان الناس سألتها كثير وحكت عنها كثير هاللعبة مثلا تدعم انه تقنق الحسابك من هذا الحساب للاي ستجد فورتنات جاوبت عليه انه نحن نخطط لدعم هذا الشيء عبر الاجياء القادمة للاجهزة المنزلية وهنا عم يدعمه حاليا انه نقل الحساب من البسيشن فور للبسيشن فايف وعم يحاولوا يشتغلوا عليها اول ما تنزل البسيشن فايف بس بتفك ربطك من البسيشن فور او بيظهر معنى ربط جديد على ايبك جيمز بالحسابات المرتبطة وبتربط البسيشن فايف تبعك بالحساب الابك بشكل طبيعي جدا وبتفوت على اللعبة وخلصت هيك الموضوع حسابك موجود وفي سؤال تاني اللي هو كل الناس سألته هل ستدعم فورتنايت اللعبة المشترك بين المنصات طبعا هادا شي هنهم عم يشتغلوا عليه وببعض التسريبات انا ما لحقلكون اللي قالوا بالموقع لانه اللي قالوا بالموقع انه هنهم شغالين عليه بس في مسرر موصوق منه حكا انه الفورتنايت اللي حتدعم اللعب بين البسيشن فور و البسيشن فايف ف cafeterيا الاكل من هذا الكلام انا ما اتكد منو فاان شاء الله لما تنزل البسيشن فايف انى الناس الليع تشتري يه اول انها اللي هتجلت تلعب مع الاشناء الفورتنات مع الناس الي مناشتريت البسيشن فايف ieversو السؤال اخيرا hanno الهو هل هاي اللعبة فورتنايت ه هتكون جديدة كليا ؟ لا 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 ما حتكون جديدة كليا فورتنايت بتابع البسيشن فور وPC نفسها نفسها تكون على البسيشن فايف بس لح تكون منتقلة للإنريل إنجين 5 يعني لح يكون منتصف 21 منتقلة للمحاكل الجديد اللي هو الإنريل 5 ولح نشوف فورتنايت بشكل جديد كل اللي بس تنتقل والسلام عن الـFBS وسلام عن الـDropFBS من هلأ قبل ما يصير الموضوع لأنه لح يصير موضوع خرافي ولح نلعب اللعبة على ضقة خارقة يعني لح ننبسط انبساط مطبيعي لما نلعب اللعبة فبس هذا هو مقطعنا اليوم وما حبيت تفوت أنا كتير بي في تفاصيل خاصة بالإنريل 5 كان مجرد تفاصيل بسيطة حكيت عننا مشان بس نكون عرفانين وبالنسبة للدعم وبالنسبة للتحديث اللي جديد انت لح يكون حكيت لكم كل شي عنه وإن شاء الله التحديث اللي هيكون كبير جزئيا فجهزوا الباقات من 2 جيجا لأربعة جيجا فبس ايك أنا مكون حكيت لكم كل شي بالنسبة للإنريل 5 وبالنسبة لموعد التحديث وبالنسبة شو اللي هيصير معنا مع الزمن اللي قدام للبيل سيشن 5 والفور وشو اللي هيصير نقلات نوعية بالنسبة لفورتنات فبس هذا هو المقطع اليوم بتمنى يكون عجبك واستمتعت فشكرا إليك زاكمت المقطع للآخر وبرعاية الله